مشهد سياسي ليبي يعيش على وقع الغموض والترقب قرار المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا تأجيل موعد الانتخابات الرياسية إلى الرابع والعشر من شهر يناير المقبل زاد المخاوف من عدم التوافق حول مصاري سياسي ينهي الأزمة الراهنة ردد الفعل إذا هذا القرار تتواصل من أكثر من جهة سياسية في البلاد لجنة الشؤون الخارجية في مجلس نواب الليبي أكدت حرص المجلس على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن مع ضرورة العمل على إيجاد حلول لجميع الإشكالات المطروحة اللجنة أكدت أن اختيار حكومة جديدة أو الإبقاء على تشكيلة الحكومة الحالية يظل من صلاحية مجلس نواب وعلى الجميع احترامها ودعا بيان صادر عن المجلس جميع المكونات السياسية إلى خلق ظروف مناسبة للانتخابات الرئاسية وتجنب الخلافات من جانبه أرجع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الفشل في تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد إلى غياب قاعدة دستورية توافقية موجهة انتقادات لاذعة للتاريخ الجديد لانتخابات الرئاسية ودعا خالد المشري مجلس النواب الليبي إلى تفادي اتخاذ خطوات أحادية دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة مبرزا أهمية احترام مضامن الاتفاق السياسي على المستوى الداخل دائما تعالت الأصوات الرافضة لتأجيل الانتخابات ونظمت هيئات سياسية وقفات احتجاجية للتأكيد على ضرورة احترام موعد الانتخابات الرئاسية بغي توضع حد للصراع الداخلي وإقامة دولة وطنية المفوضية العليا للانتخابات كانت قد أرجعت سبب تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى مجموعة من العوامل أبرزها قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية وقدمت عدة شخصيات بارزة ترشيحاتها الانتخابات الرئاسية التي سيختار الليبيون خلالها للمرة الأولى في تاريخ البلاد رئيسا عبر الاقتراع المباشر ويأمل الليبيون أن تنهي الانتخابات المقبلة حالة الصراع الدائرة وتمكن من تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد